قبل ما نستعرض البرنامج اللي رح نستخدمه لتشفير البيانات لازم بالبداية نجاوب على سؤال أنه ليه أنا بالأساس محتاج لتشفير بياناتي قبل ما أرفعها للسحابة فالجواب على هذا السؤال بيعتمد على السحابة اللي عمالك تستخدمها فبحالة السحابات الشهيرة مثل الجوجل درايف، الدروب بوكس، الوان بوكس فصحيح أنه كل هاي الخدمات بتقدم ميزة التشفير سنائي الأطراف بمعنى أنه احتمالية أنه شخص إذا اخترأ سيرفرات هاي الخدمات ما رح يكون قادر أنه يستخدم بياناتك أو يوصل لبياناتك لأنها بالأساس مشفرة على السيرفر بس مفاتيح التشفير بذاتها موجودة عند مزود الخدمة فجوجل إذا بدها تشوف بياناتك فهي قادرة أنها تشوفها أما بحالة إذا كنت عمالك تستضيف سحابتك الخاصة مثل نيكست كلاود فالوضع هون أكتر تعييدا لأن لازم تاخد بالحسبان مدى أمان سيرفرات هل عمالك تستخدم اتصال مشفر HTTPS؟ هل أنت قمت بتفعيل التشفير سنائي الأطراف على سيرفر نيكست كلاود؟ هل عمالك تستخدم وسيط مثل الكلاود فلير لتوصل لسحابتك من أي مكان وغيرها وغيراتها من العوامل اللي تجعل بياناتك معرضة للخطر؟ وأما إذا ما كنت بتستخدم أي خدمة تخزين سحابي فتشفير بياناتك على كمبيوترك الشخصي بيعتبر من البست براكتسيز لضمان أنه بس أنت تكون قادر أنك توصل لها أما البرنامج اللي رح نحكي عنه اليوم فهو برنامج كريبتوميتر أنا اخترت هذا البرنامج بالتحديد لسببين السبب الأول أنه البرنامج مفتوح المصدر وحر وبين قوسين مجاني بعدين رح نشوف ليش بين قوسين أما السبب الثاني فهو أنه البرنامج متوافر على كافة المنصات والأنظمة سواء كنت عم تستخدم لينوكس عم تستخدم ويندوز عم تستخدم ماك عم تستخدم آيفون عم تستخدم أندرويد فكل هاي المنصات في إلها كلاينتس ممكن أنك تستخدم الكريبتوميتر عليها بحالة الآيفون والأندرويد هاي النقطة رح أرجع لها بعدين بعد ما نشوف كيف رح نثبت البرنامج سواء على لينوكس أو على ويندوز وكيف رح نستخدمه لأن ما عندي أي جهاز ماك وبعدين بنرجع لموضوع الأجهزة المحمولة الموقع الرسمي للبرنامج هو كريبتوميتر دوت أورج ولا تروح تحمل البرنامج من أي موقع تاني سواء كنت بدك تحمل نسخة الأب إيميج للينوكس أو الملف الأكسكيوتبل لويندوز فالموقع الوحيد اللي بدك تحمل البرنامج منه هو الموقع الرسمي فهلا مثل ما لنا شايفين أنه بقسم الداولودز مثل ما حكيت بالبداية فالبرنامج متواجد على كافة المنصات متواجد على ويندوز ماك لينوكس أندرويد وآي أو اس بحالة لينوكس هو مباشرة نتعرف أنه أنا موجود ضمن لينوكس فهو مثل ما لنا شايف أنه ممكن أني سبته كأب إيميج مثل ما حكيت من لحظات ممكن إذا كنت على وبونت ومشتقاتها استخدم البي بي اي على آرش ومشتقاتها استخدم الاي يو آر وعلى باقي التوزيعات وهي الطريقة المفضلة بالنسبة إلي هي أني استخدم الفلات باك هلا طبعا أنا سبتت البرنامج وأنا رح استعرض استخدامه مع سحابة النيكس كلاود لأنه هي السحابة الوحيدة اللي أنا باستخدمها أنا ما في عندي ووجل درايف ما في عندي دروب بوكس ما في عندي أي كلام من هاي الخدمات السحابية بس الخطوات يعني هي نفسها نفسها ما في أي اختلاف مجرد أنه يكون الكلاينت أو برنامج الخدمة السحابية ومثبت على كمبيوترك وفي عندك الفولدر اللي بتستخدمه لتوصل لها فأنت ممكن أنك تستخدم الكريبتو ميتر خلينا نروح للكريبتو ميتر ونشوف كيف رح نستخدمه فهلا لو إجيت وقلت له كريبتو ميتر طبعا على جنوم يعني في عندي مشكلة صغيرة أنه معا ما هتطلع عندي السيستم تريي آيكن بس إذا كنت على بلازما أو على أي واجهة رسومية بتدعم السيستري فرح يكون في عندك أيقونة اللي رح تظهر بهذا المكان هلا طبعا بجنوم 44 في عنا مثل ما شفنا يعني صرنا منعرف بالكويك تاكيلز بيطلع في عندي أنه في عندي برنامج شغال بالباكراون بس ما فيني أعمل معها أي شيء ومثل ما اللي شايف واجهت البرنامج بسيطة جدا ما فيها أي تعقيد أنا لحتى ابتدي وأنشئ خزنة جديدة فرح يجي وقل له Add Volt رح يسألني إذا كنت بدي أنشئ واحدة ولا بدي أفتح خزنة أنا قمت بإنشاءها فيما سبق خيار الOpen أني أفتح الخزنة رح نجوفه وقت اللي رح ننتقل لويندوز طبعا الكلام بالحالتين أنا موجود ضمن ماكينات افتراضية بس مثل ما حكيت الواجهة هي متطابقة بين البرنامجين فرح نقل له أنه أنشئ خزنة جديدة رح أعطيها اسم فأنا رح استخدم الاسم اللي كنت مستخدمه من قبل طبعا شايف أنه قال لي أنه اسم الخزنة valid يعني اسم مقبول وممكن أني استخدمه فهلا حطينا اسم الخزنة رح نقل له next رح يسألني وين بدي أحفظها وهون مثل ما حكيت أنه أنا رح أختار أني أحفظها بالسحابة أنت بدك تحفظها على كمبيوترك لحتى تشفر بياناتك فممكن أنك تستخدمها مو بالضرورة أنه الخزنة تكون موجودة على السحابة فهلا رح نقل له custom location طبعا هلا هون قال لي custom location لأنه ما لقى عندي لا جوجل درايف ولا ال drop box ولا ال one box بس إذا طلعت عندي إذا كانت هاي البرامج مثبتة على كوميوتري رح تطلع عندي ال next cloud ما طلعت بس الخدمات التانية رح تطلع فهلا أنا قلت له custom location ورح اختار المكان اللي بدي أحفظه فيه فأنا مثل ما حكيت بدي أختار next cloud ورح قل له open هلا بعد ما حددته بس رح نقل له next وطبعا لازم أني حط مفتاح التشفير مفتاح التشفير يعني هاد اللي رح يخليني قادر أني شفر بياناتي فلازم أنك تختار مفتاح التشفير بمقدار عالي جدا من القوة طيب هلا بعد ما حطيت مفتاح التشفير شايف بأسفل النافذة في عندي خيارين ألا وهنن أني اختار backup recovery phrase ولا لا أنا أفضل وبنصح بشدة أنك تحط ال backup recovery أو ال backup phrase recovery لأنه إذا ما حطيتها ونسيت كلمة الثر فأنت ما عد في عندك قدرة أنك تفتح الحافظة بالمرة فحط ال backup recovery phrase فأنا اخترت الخيار الأول ورح قل له أنشئ الحافظة هلا هاي هي ال backup recovery phrase اللي حكيت عنها لازم هلا أنا هون ما في عندي أي طابعة بس إذا كان في عندك طابعة متصلة رح يطلع عندك جنب زر copy زر تاني لأنك تطبع هاي الفريز بس أنا رح انسخها ورح أحفظها بأي مكان تاني وبعدين رح نقل له next بعدين هلا صارت الحافظة عندي جاسة وعماله يطلب مني أني افتحها فرح نقل له unlock ورح حط الكلمة اللي حطيتها من شوي ليست الفريز وإنما كلمة الثر طيب هلا بعدين صار في عندي إمكانية إما إني افتح الحافظة الخزنة أو إني قل له مجرد done فهلا أنا رح قل له reveal drive مثل ما اللي شايف سمى لياها drive هذا الكلام هلا رح نشوفه بعد لحظات على ويندوز بس وقت اللي قلت له reveal فتح لياها مباشرة هلا أنا هون موجود على واجهة رسومية موجود على جنوم وفي عندي سطح مكتب متكامل في حال إذا كنت موجود على ويندوو مانجر ما في عندي بيئة متكاملة فاحتمال أنه يفتح لك المجلد أو ال drive مثل ما هو سماها يفتح لك ياها بالترمينال الفكرة الأساسية أنك تعرف دائما وين رح يفتح لك ياها المسار لحتى أنك توصل لها أو إذا ما كان في عندك مدير ملفات file explorer ورسومي يعني واجهة رسومية فأنت من الترمينال ممكن أنك توصل لها بالمسار التالي اللي هو home.localsharecryptometer mnt وبعدين رح يكون في عندك اسم الحافظة هلا مثل ما اللي شايف أنه هاي الحافظة ما في هاي شي بس في عندي ملف ال welcome اللي هو اللي هو البرنامج الكريptometer عمل لي إياها وقت اللي أنشأت الحافظة طيب هلأ نحن الحافظة مثل ما شفنا من شوي أنه أنا حفظتها على بمجلد ضمن next cloud طيب لنشوف شو محتوياتها لو جيت ل files وجيت ل next cloud وين next cloud وجيت للحافظة الحافظة طلعت عندي موجودة ضمن السحابي وهلأ رح نشوفها بالمتصفح كمان بس لو دخلت لها رح شوف أنه في عندي ما في عندي غير important هات اللي شفتم شوي والباقي هي عبارة عن عن كلام عبري يعني هات المجلد والملفات التانية باستثناء الملف اللي اسمه vault cryptometer كل المحتويات التانية يعني ما في عندي قدرة أني أوصلها من هات المكان لازم أني روح لأعمل له reveal لحتى أقدر شوف شو هي المحتويات أما المحتويات التانية حتى لو دخلنا على المجلد اللي هو الدي رح شوف في عندي مجلد تاني مجلد ضمنه وفي عندي ملفين ما بعرف شو هنين فهذا هو مفهوم التشفير طيب خلينا نحط ملف ضمن هاي الحافظة أنا طبعا ما بقدر أني حطه هون ولكن لازم أني حطه بعد ما افتح الحافظة أو افتح الدرايف خلينا نعمل أي ملف أيا يكن طيب أنا حفظته بالحافظة لشوف لو أني فتحته مباشرة من الملفات رح يطلع عندي ولا لا لو جيت ل النيكست كلاود مرة تانية واجيت ل الانكريبتد رح شوف أنه الملف ما له موجود ما شافه بالمرة حتى لو دخلت لدي مرة تانية وليو اي اي وما بارشو شايف بس أنه في عندي ملفات بأسماء عشوائية ما فيني استفيد منها طيب لو جيت للسحابة أو جيت للمتصفح فبالفايلز شايف أنه طلعت عندي طلع عندي المجلد لو دخلت عليه رح شوف أنه في عندي نفس المحتويات اللي شفتها على الكمبيوتر بس الملف المشفر اللي أنا عملته ما طلع عندي هون هلا هو موجود بس مشفر ما فيني شوفه وما في اي شخص الادمن المسؤول عن السحابة ما له قادر يوصله جوجل إذا كنت حافظه على الجوجل درايف ما لها قادرة توصله هاي هي عملية التشفير اللي حكيت عنها طيب كيف بدي أوصل لهذه الحافظة من جهاز تاني أو من نظام تاني مثل الويندوز خلينا نروح لويندوز ونشوف شوفي عندي اختلافات فعلى ويندوز مثل ما حكيت يعني بعد ما انك تروح للموقع الرسمي وتنزل ملف من الموقع الرسمي رح تثبته كأي برنامج ويندوز عادي أو اذا بدك تستخدم الموقع الموقع على ويندوز سواء كان الوين او فاستخدم هاي الأدوات يعني لحتى يكون في عندك تتأكد انك عمالك تثبت البرنامج من المكان الصح نقطة لازم اني نبه عنها على ويندوز ممكن انه تواجهك مشكلة اذا كان في عندك انتي فيروس مثل المكافي على سبيل المثال هاي المشكلة واجهتني وقت اللي ثبتت البرنامج على كمبيوتر الشغل فلان كان المكافي شغال ما قدرت اني ثبت البرنامج لبعد ما وقفت الانتي فيروس فممكن انه تواجهك هاي المشكلة ومثل ما اللي شايف بالكريبتوميتر على ويندوز طلعت في عندي الاب تري على بلازما كمان رح تطلع عندك على جنوم ما طلعت لسبب من الاسباب فهلا انا بدي ضيف الحافظة اللي انشأتها مني شوي فهلا حكيت عنه من ضمن كل الملفات اللي موجودة ضمن الحافظة الملف الوحيد اللي ممكن اني افهم محتوى او البرنامج رح يفهم محتوى اللي هو فالت دوت كريبتوميتر فرح نقل له تشوز رح نجي لل نيكست كلاود او لل جوجل او اي مكان انت حاطت في الحافظة اللي عندك شايف انو الحافظة موجودة عندي رح نقل له ورح اختار الملف اللي هو الفولت طبعا هون ما طال عندي الاكستنشن بس هو ال دوت كريبتوميتر رح نقل له اوبن رح نقل له انلاك ورح اعطي كلمة السر او اللي حطيتها عفوا مفتاح التشفير اللي حطيته فهلأ فتح الحافظة ومثل ما اللي شايف مسميها درايف ليش مسميها درايف لو جيت وقلت له ريفيل درايف رح شوف انو على ويندوز طلع لياها كأنها ناس ديفايس كأنو قرس متصل بالشبكة لهذا السبب هو مسميها درايف فهلأ لو فتحتها رح شوف انو موجود فيها الملف اللي هو الفريز الباس فريز اللي الفايل اكسبلورر واجينا للنكس كلاود رح شوف انو في عندي الحافظة بس ما في عندي اي محتويات ما في اني انصل لها لانها مشفرة طيب شوف عندي خيارات ممكن اني استخدمها بهذا البرنامج خلينا اول شي نعمل عملية لك خلينا نقفل الحافظة وبعدين لو اجيت ل فولت اوبشنز احدد لو حددت الخيار اعملي عملية تقفل بعد 30 دقيقة او اي شي تاني او اني اعمل عملية مباشرة للحافظة بعد ما افتح بعد مشغل الكمبيوتر ما بفضل انك تعمل هذا الخيار لانه ممكن يكون كصغرة امنية او تهديد امني لبياناتك فالافضل انك تفتحها وقت اللي انت بدك تفتحها مو وقت اللي بتشغل كمبيوترك بالنسبة للخيارات التانية الماونتينج خلي الخيارات الديفولت ما في دعا لاني غيرها واذا كنت بدي غير ال pass phrase او مفتاح التشفير هو مسميها password وهي بالاساس ليست password وانما مفتاح تشفير ممكن اني غير ال password واذا كنت بدي شوف اني ارجع احفظها طيب حكيت انه رح ارجع لموضوع الاندرويد والاي او اس في عندي نقطة انه على اندرويد والاي او اس البرنامج ليس مجاني لهذا السبب بالبداية قلت مجاني بين قوسين بس الاختلاف بين الاندرويد والاي او اس انه على ايفون انا ممكن اني استخدم البرنامج بشكل مجاني بس لحتى محتويات الحافظة اللي عندي ما فيني اضيف عليها اي بيانات بس ممكن اني شوف شو هي البيانات الموجودة بالحافظة في حين انه على اندرويد البرنامج لحتى اني استخدمه سواء اني اشوف المحتويات او اني اضيف محتويات لازم اني اشتري البرنامج وللأسف البرنامج ما له رخيص يعني لو اجيت الاندرويد اربعة عشر دولار مبارح كان اطنعش اليوم صار اربعة عشر يعني ماشي مع التضخم هاد البرنامج البرنامج ما له رخيص اربعة عشر دولار لهاد البرنامج يعني رقم مبالغ فيه بشكل كبير هلأ لو رجعت للموقع نفسه لو رجعت للموقع نفسه شفت انه عماله يقول انه هن انشغالين على انه يطرحوا نسخة فريميوم مثل النسخة الموجودة على ايو اس بس ايمت موعد اطلاقها الله اعلم البرنامج مثل ما حكيت هو مفتوح المصدر انت اذا في عندك خبرة انك تبني برامج اندرويد انك تبنيها من المصدر فممكن انك تروح لالجيت هاب وتعمل كلون لالريبو وتبني البرنامج وتستخدمه بس يعني اذا انت استخدامك بس للكمبيوتر لبياناتك الحساسة مصاريفك الشهرية دخلك الشهري حساباتك البنكية ملفات الشغل اي ملفات هامة استخدم هذا البرنامج لحتى تحميها وتشفرها سواء على السحابة او على كمبيوترك الشخصي وبأمان الله اشتركوا في القناة